بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإجاز الصحف الخاص لأهم الإحصائيات والعمليات والملفات التي نفذها أو كلف بها جهاز الأمن الوطني خلال العام 2023 والتي جاءت استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف مباشر من قبل معالي رئيس الجهاز المحترم ووفقا لمذكرات قبض قضائية نستعرض لحضراتكم أبرز وأهم الملفات أولا ملف تهريب العملة والمضاربة بالأسعار إلقاء القبض على 421 متهم ضبط أكثر من 15 مليون دولار ضبط 7 مليار و250 مليون من ضمنها المبالغ المزيفة ثانيا ملف المخدرات تمكن جهازنا من تفكيك أغلب الشبكات الرئيسة وضرب خطوط النقل والقبض على أكبار التجار والناقلين والموزعين حيث تمت الإطاحة بي 689 متهم بالتجارة والتوزيع والنقل تم ضبط 179 كيلوغرام من مواد الكريستال والمرجوانة والحشيشة ضبط 14 مليون و600 ألف حبة مخدرة ضبط 1470 نبتة من نباتات الداتورة المخدرة وبهذا الصدد وضمن عملياتنا الاستباقية نعلن عن إحباط عمليتي زرع لنباتات مخدرة جرت العملية الأولى في شق داخل أحدى المجمعات السكنية والثانية داخل منزل شرق العاصمة بغداد إلا أن يقضت أخوانكم في جهاز الأمن الوطني كانت لهم بالمرصاد وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم المواد الأولية والبذور الخاصة بعملية الزرع ثالثا ملف الإرهاب على الرغم من الاستقرار الأمني الذي ينعم به العراق إلا أن الجهود متواصلة في ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة حيث تمكنت مفارزنا من القبض على 379 متهم بالإرهاب ضبط 377 كدسا ومخبئا للأسلحة وتدمير خمس مضافات ضبط 40 عبوة وحزام ناسف و21 لتر من مادة السيفور شديدة الانفجار رابعا ملف انتحال الصفات والنصب والاحتيال تمكنت مفارزنا واستنادا إلى الشكاوى التي تلقاها الجهاز من القبض على 143 متهم بانتحال الصفات الحكومية والدرجات الخاصة ومن بينها انتحال صفة مدير مكتب رئيس الوزراء انتحال صفة أقارب رئيس الوزراء انتحال صفة مستشارين في مجلس النواب انتحال صفة الأمين العام لمجلس الوزراء انتحال صفة وكلاء وزراء وضباط بروتب عالية حيث كانوا يقومون بالنصب والاحتيال وإهام المواطنين بالحصول على التعينات أو تسهيلات معينة بغية استغلالهم لأغراض مالية خامسا ملف تهريب المشتقات النفطية نجح الجهاز في الحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية والسيطر عليها من خلال القبض على كبار المهربين والبالغ عددهم 376 متهم فضلا عن استهداف 36 وكرا أما الكميات المضبوطة فقد بلغت أكثر من 8 مليون لتر سادسا ملف حزب البعث المحظور استنادا إلى قانون حضر حزب البعث المنحل رقم 32 لسنة 2016 والمتضمن ملاحقة المروجين للنظام البائد ورموزه تمكنت مفارزنا وبالتعاون مع المواطنين من القبض على 130 متهم بالترويج للحزب المحظور وبعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن لمدة خمس سنوات سابعا ملف الابتزاز أولى جهاز الأمن الوطني اهتماما عاليا في ملف الابتزاز من خلال التعامل مع الشكاوى التي تردنا بسرية تامة فضلا عن تكثيف الجهود الاستخبارية والفنية في ملاحقة المبتزين حيث تم القبض على 404 مبتز وبالجرم المشهود ثامنا الملف الاقتصادي حفاظا على الأمن الغذائي والصحي قامت مفارزنا الاقتصادية بجولات تفتيشية وبالتنسيق مع الجهات المختصة أسفرت عن ضبط 286 ألف طن من مواد غذائية منتهية الصلاحية وأدوية مهربة وحنطة وأسمد ممنوعة من التداول بالإضافة إلى السكراب المهرب والمواد الممنوعة من الاستيراد تاسعا ملف تأمين الانتخابات وفي ملف إنجاح العملية الانتخابية وتأمين الحماية الفنية والاستخبارية لها تم القبض على 122 مخالف حاولوا التأثير على سير العملية وجرى إحالتهم إلى القضاء وفي سابقة بعمل الأجهزة الأمنية والاستخبارية واستمرارا لتطوير قدرات الجهاز استحدثت مديرية الاستخبارات المالية التي تتولى مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على النظام المالي حيث تمكنت من التحقيق المالي الموازي لأكثر من 15 قضية تمس الأمن المالي وقدمت ملفاتها إلى القضاء ويقصد بالتحقيق المالي الموازي متابعة مصادر الأموال المرافقة للجرائم وتعد هذه الأموال غير شرعية وتضفى عليها صفة الشرعية من خلال غسيل الأموال وختاما نعلن عن عملية نوعية وبطولية نفذتها خلية مكافحة الإرهاب في جهازنا بعد أن تمكنت من الإطاحة بشبكة من الإرهابيين الأجانب والبالغ عددهم 14 إرهابي جرى تجنيدهم خارج العراق وكانوا يخططون لشن هجمات إرهابية وأخرى انتحارية لكن يقضت أخوانكم في جهاز الأمن الوطني وبجهود استخبارية ومتابعة ميدانية استمرت لأشهر جرى استدراج أفراد هذه الشبكة والقبض عليهم قبل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية ترجمة نانسي قنقر